أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية أنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنياً وعند مباشرة إجراءات القبض عليه بادر بتفجير نفسه بحزام الناسف ما أدى إلى مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن وذلك في حي السامر بمحافظة جدة وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة إنه إلحاقاً للبيان المتعلق بالإعلان عن قائمة بأسماء تسعة مطلوبين للجهات الأمنية تمكنت المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب الرابع من تلك القائمة وهو عبد الله بن زايد عبد الرحمن الشهري ورصد في حي السامر بمحافظة جدة